تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الكيني ويليام روتو وأوضح متحدث الرئاسة أن الرئيسين أكد خلال الاتصال الأفاق الواسعة لتطوير العلاقات الثنائية المتميزة ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وكينيا فضلا عن التوافق بشأن تكثيف التنصيق والتشاور بين البلدين لتعزيز أطر العمل الإفريقي المشترك كما تناول الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات الأوضاع في السودان ومنطقة حوض النيل